تحويل دهان خشب زيتي الى شغل اسطر وصمرت خشب عن طريق الدهانات الزيتية باذن الله مش هنستعمل اي دهانات دوكو داخل الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق الا بالله عليه توكلت وعليه نيم اللي موجود معنا ده جماعة حاليا ده دهان زيتي لون بني غامق للدرجة بتاعته ممكن طبعا من اي شركة ولو من الشركة دي طبعا يبقى نفس الدرجة اللي موجود ده كده بني جاهز وده عبارة عن لون بني مضاف اليه لون اسود هيطلع معنا الدرجة دي بني غامق ولكن اللي موجود معنا حاليا من الشركة اللي موجودة ديا من نفس العبوة خفناها واشتغلنا على طول باذن الله شغلنا النهاردة هيبقى عبارة عن مطبخ وكمان سرير هنشوف مع بعض احنا هنشتغل ازاي وفي نفس الوقت الشغل ده ممكن ينفع لشغل ابواب يعني ان شاء الله لأي شغل اخشاب موجود عندنا لارضي اللي موجودة لون بني فاتح سواء نصف لامع او مطفي او لامع وده لون عسلي او لون بني فاتح وبإذن الله هنسيب رابط في اول تعليق طريق التنفيذ البطانة المطفي او النصف لامع طبعا نفس الدرجة اللي موجودة او ممكن تفتح شوية عادي ممكن تضيف ابيض ممكن اصفر وبني ولكن المهم يبقى لون فاتح بسم الله ما شاء الله صمرة تبقى جميلة جدا واحنا هنشوف مع بعض اول حاجة ضرف الموجودة معانا هنبدأ نرسم تمانيات بالمسدس بنخال الخط خط رفيع وهنبدأ من تحت في التمانية بتبقى بتبدأ صغيرة وكل ما بتطول كل ما بتدخل في الشغل بتبقى اطول واكبر زي ما احنا شايفيه من تحت صغيرة وبعد كده تبدأ توسع عايزين بقى نخلي بالنا بالفنيات دي يا جماعة لو حضرتك عايز تنفذ الشغل او تاخد فكرة عنه يبقى هتبدأ من تحت صغيرة وتبدأ تطول واحدة بواحدة يعني مسلا من تحت صغيرة بعد كده تبدأ تطول شوية تبدأ تطول اكتر تبدأ تطول اكتر وهكذا بعد كده نبدأ نعمل خطوط يمين وشمال يمين ويسار واليمين ويسار بنبدأ من تحت بتبقى قريبة شوية فهتبقى قريبة وتبدأ تطلع من فوق على اعرض اعرض بسيط عشان في النهاية هتعمل معانا خطوط مستقيم طبعا في حاجة بهمة برضه عايزين نخلي بالنا منها ان الشغل اللي موجود معانا لو اه ما طلعش مستقيم مية في المية عادي وكده كده اصلا صمرة الخشب وتبقاش مستقيمة مية في المية كده تمام فالعرواجة البسيطة دي اللي برضو مطلوب المعادة يا جماعة برضو شباك السرير الكبير تظاهر الشباك السرير وإحنا نشوف مع بعض في المساحات الكبيرة الشغل ده هيبقى شكله عامل ازاي هنبدأ نقسم الشغل اللي موجود معانا في المساحات الكبيرة هنقول مثلا تلت اجزاء التمنيات اللي موجودة معانا زي ما احنا شايفين بتبدأ صغيرة وتبدأ تطول معانا وايه وتكبر بعد كده من تحت بتبقى صغيرة او على دي على الدي وبعد كده من فوق بتوسع بسيط عشان في الاخر زي ما احنا شايفين ماشي يعتبر شبه مستقيم زي ما انا شغال كده في بقى عرواجة بسيطة وده طبعا المطلوب كده كده بتطلع تلقاء يعني احو كده تمام من تحت عرضة صنة ومن ايه من تحت اه دخلة شوية من تحت وبعد كده من فوق بتعرض حاجة بسيطة كده احنا قسمنا اول مجموعة وفي النص ما بينهم خطوط وبعد كده بنبدأ نشتغل في المجموعة التانية طبعا منسيب مساحة الخطوط اللي بالطول وهنبدأ بعد كده نشتغل في المساحة التالتة او التقسيمة التالتة الخطوط التالتة ده كده رسم التمنيات ممكن نعمل تمانيات تمانية وسبعة بعديها ممكن نعمل تمانيات فقط سبعات فقط احنا ممكن نقسم الشغل زي ما احنا عايزين كده بسم الله ما شاء الله جميلة وسريعة البقى بنجنشتغل في الخطوط دي المسدس بنقفله وبنخليه خط رفيع مش خط عريض بعد كده بنبدأ نرش ممكن بقى نفتح المسدس حاجة بسيطة خط كده عرض حاجة بسيطة وهنبدأ ايه نرش التمانيات اللي موجودة دي من فوق بتنتهي على خفيف زي ظل كده كده يا جماعة احنا ما استعملناش اي دهانات دوكو دهانات نارية الموجود معنا دلوقتي دهانات زيتية وبرضو مرحلة التغبير لان طبعا انا بقى تسيل كتير احنا ما عنديناش دهانات دوكو معنا كلمة دوكو يعني ايه كده بأذن الله الدهان الزيتي متاح عندنا وهنبدأ نشتغل به بالنسبة للتغبير او الرش الخفيف برضو من نفس البوية اللي موجودة معانا بنخفها شوية وممكن كمان نضيف عليها شوية ورنيش شفاف كده تمام ونبدأ نضغط على الزينات على الزينات ضغطة خفيفة طبعا المطلوب في الشغل معانا ان الصمرة ما تبقاش واضحة او تبقى على غامق شوية ممكن بقى احنا نفتح اللون شوية ممكن نسيبه على التأسيس اللي موجود رش خفيف ممكن نفتح اللون برش خفيف وممكن اه يعني ايه نتقل شوية زي ما الشغل مطلوب مننا عشان برضو يا جماعة طبعا هي ازواء في ناس بتحب الصمرة تبقى هادية خفيفة خالص وفي ناس بتحب الصمرة تبقى آآ واضحة فاحنا ممكن نرش رش خفيف جدا يا دوبك كده ايه حاجة بسيطة كده تمام طبعا برضو الصمرة باينا واحنا هنشوف مع بع زي ما احنا شايفين الصمرة كده واضحة عايزينها واضحة على كده خلاص ممكن ظل خفيف وتمام زي الفل عايزين الصمرة يعني تبقى هادية شوية او مش واضحة قوي يبقى خلاص منبدأ نرش زي ما احنا شايفين كده على حسب طبعا زوق المكان لانها ازواء يا جماعة ده من نفس الدهان اللي موجود معانا بنبدأ نظلل بيه ونرش بيه طبعا هو مخفوف بمنزين بعد كده هنبدأ نجيب ورنيش والورنيش ده مطفي يعني كان كيلو ورنيش مطفي على كيلو ورنيش آآ لامع خلطناهم على بعض وخفناهم واشتغلنا بيهم طبعا خفناهم بمنزين طبعا احنا صورنا الشغل وهو لسه ما نشوفش ولكن لما نشوف طفع شوية عشان برضو نخلي بالنا يا جماعة من كل حاجة احنا بنقولها هنقرب بقى على شوف الصمرة شكلها عامل ازاي طبعا يا جماعة المطلوب في الشغل ان الصمرة ما تبقاش لونها فاتح يعني يبقى في ايه شغل كده متداخل مع بعض كده بسم الله ما شاء الله جميل جدا لدرجة لون المطلوبة تحس كده ان الشغل طالع قشرة طبعا يا جماعة هو لسه مدهون ففي لامع موجود اللامع ده بعد ما بينشف بيطف شوي ما تنساش تعمل اشتراك في القرص عشان خاطر وصلى كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها كده بسم الله ما شاء الله جميلة جدا بعد ما بتخلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة